السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا حركتنا الفلكية المفصلة إلى اليوم الأحد 23 نيسان إبريل بعد ساعة بتنزل حلقة التوقعات إن شاء الله القناة القمر اليوم موجود في برج الجوزاء طبعا القمر الآن موجود في منزلة الهاقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم وأيضا الأسحار والأشياء المضرة بما ينفع الناس ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 7 و5 دقائق من مساء اليوم السبت بعدها بدو ينتقل القمر الساعة تقريبا 7 و5 دقائق بانتقل لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود فيها طيلة نهار يوم الأحد ولغاية الساعة 7 و14 دقيقة من مساء اليوم الأحد بتوقيت غرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء وبما أن القمر موجود في برج الجوزاء معناته اليوم كمان أكثر من يوم أمس مننشط في اتصالاتنا بنشعر بعنصر الحركة بالعبور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولها في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتد بيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا الانضمام لها دورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم بدأت تأثيرات زاوية إيجابية شوي رح تغير بالأوضاع من ناحية إيجابية وهي زاوية تزديس إيجابية بين المريخ وبين أورانوس طبعا تأثير هذه الزاوية بيبدأ ابتداء أن اليوم ثلاثة وعشرين أربعة وبيستمر لغاية يوم سبعة خمسة طبعا الذروة للاتصال الكامل هي خمسة وعشرين أربعة لغاية يوم ثلاثة خمسة ذروتها الكاملة يوم تسعة وعشرين أربعة الساعة ثمانية وأربعة دقائق مساء بتوقيت جرينج بنكتسب الشجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا بتزيد من إصرارنا وشجاعتنا من ميلة المجازفة والسرعة والحركة والنشاط بتدل على نشاط أكبر في الرحلات الجوية وازدياد مدخيل الخطوط الجوية الوطنية واهتمام الدولة بتطوير الأسطول الجوية العسكري ومحاولة يعني يعني هيك عصرني أو تطور في قطاع الصناعة وإدخال تطويرات عليه وبيدخال التقنيات الجديدة والمكان أو اختراع أو تصميم مكينات جديدة بيتمتع الناس برضو بحرية أكبر في التعبير وبيحققوا ذوي القطاع الخاص أرباح مهمة بفضل مجهودهم ومثابرتهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين المشتري وبين بلوته وهي زاوية وإنه تأثيراتها من يوم 22.4 إلى يوم 22.6 وطبعا هي يعني الآن في المراحل ما بعد الذروة يعني هي آخر تأثيرات لإلها وإنه 22.6 ولكن ذروتها القسوة بتكون يوم 18.5 الساعة وحدة وتسع دقائق فجرا وهي زاوية نبهنا أكثر من مرة وخصوصا في حلقاته سابقة أنه في فترة قادمة فترة رح تكون صعبة جدا وهاي مدتها شهرين هي بتدل على خسارات مالية ظهور عقبات مالية غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير إذا ما انتبهنا وبرضو بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة ممكن تضر بخزينة البلد ممكن يقع اضطرابات في قطاع الاقتصاد والأمور المالية يعني بالخصوص وبتتراجع مدخيل البنوك والمؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه برضو بتدل على وقوع أزمة على المستوى العقائدي وبالخصوص وممكن تقوم بعض الجماعات المتطرفة أو الإرهابية بعملية تخريبية وممكن تقع تفجيرات أو حرائق من طرف أيدي خفية بتهدف لزعزعة استقرار البلاد أو ممكن يتم اغتيال شخصية هامة أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة وهناك احتمال وقوع بعض الكوارث الطبيعية كالحرائق اللي بتتعلق بالغابات أو الزلازل وخصوصاً في الدول اللي بتقع على خط الزلازل أو تجدد نشاط بعض البركين طبعاً لما نقول دولة ما متوقع في أي دولة ما بقدر أخصص أنا وأحدد إيش هي الدولة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين بلوتو وهاي وإن تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 28 أربعة بتثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن بتعزز التسلط عند البعض بيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين ابتضى عقبات في طريق نجاحنا وبتسبب لنا عدوات خفية كما بتزيد من حدة شهوتنا السلبية وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعب الصحي لدى البعض ويطول بعملية الاستشفاء بدل برضو على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سوى داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق أو الظواهر الطبيعية أو الزلازل أو البركين أو أمور التعرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ وهي مستمرة طبعا لغاية يوم 28 أربعة وعادة عند حدوث هذا الاتصال طبعا هي ذروتها يوم 24 أربعة عند حدوث هذا الاتصال بسود شعور عام بالوئام فبساحل علينا التفاهم مع الآخرين بتعزز العلاقات مع أحبائنا بتشجعنا على القيام بالمبادرات وبتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري ابتمنحنا المهار اليدوي والدقة والسرعة في أداء الأعمال برضو بتدل على اهتمام وسائل الإعلام والصحف والجرائد بسياسة البلاد العسكرية وتطوير مستوى الجيش وتحسين أوضاع العسكر ورجال الأمن أيضا كما بتشهد هاي الفترة تزايد في تنقلات الجيش من مكان لآخر في نفس البلاد وبتركز الصحافة على قطاع الصناعة وتحسين أوضاع العمال والقطاع الصحي في البلاد وكذلك اهتمام أكثر بميادين الرياضة وتنظيم الألعاب والمباريات والمواسم الرياضية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم ثلاثة خمسة ذروتها يوم خمسة وعشرين خمسة بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحملنا للمسؤولية بتمنحنا القدرة على السيطرة على مشاعرنا وعلى ذاتنا والمثابرة والجدية والفطنة والحس بالواجب وهذا الشيء بساعدنا على النجاح برضو بتدل على أرباح عن طريق المعاملات التجارية والعقارية وممكن نحقق بعض النجاحات اللي إلها علاقة بالعلاقات بالعمل أو العلاقات الجيدة مع الأباء برضو بتدل على اهتمام حكومي بمؤسسات الدولة وكذلك الصناعات الثقيلة والقطاع الفلاحي وقطاع التعدين ومناجم واستقرار في أمور إلها علاقة بالبورصة طبعاً في سؤال إجاني من أحد المتابعين بسألني بقول لي أنت بتحكي أرباح عن طريق المعاملات العقارية طب ما أنت حكيت تراجع عطارد بأثر على هاي النقطة إيش نعمل؟ يعني إيش الصح؟ أنت هيك خربطنا طيب بس أخلص الزوايا في نهايتها رح أشرح إن شاء الله أما بالنسبة للزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل اليوم هي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون الساعة 12 و 42 دقيقة ظهراً بتوقيت جرينيج طبعاً تأثيراتها طيلة اليوم من الصباح للمساء هاي زاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم برضو بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاولنا وبتسمح لنا إنه نعيش أوقات ممتعة جداً برضو بتدل على مال الرأي العام لموضيع الفنية والترفيه والتسلية وبتنعم النساء باستقرار وتوازن نفسي وممكن تشهد هاي الفترة يعني نوع من الاهتمام بالمؤسسات المالية وكذلك ببعض القطاعات كالنسيج والتجميل رواج أكبر ومدخيل أكثر خلال هذا اليوم طيب نرجع للجواب على السؤال اللي حكينا عنه لأنه قلنا في نهاية الزواعية وهي آخر زاوية اللي احنا ذكرناها طبعاً تراجع عطارد هو قلنا إنه سلبي أي شيء له علاقها بالعقود أي شيء له علاقها بالمشتريات بالاتصالات بالمواصلات بالشراكة بالعمل بالأمور هاي كلها أمر احنا ما مننصح فيه فترة تراجع عطارد ولكن إذا كان اضطراري أو عمل الشخص إنه بيشتغل في هذا المجال وعنده مثلاً بده يشتري عقار أو بده يبيع عقار بده أول إشيء إذا بده يشتري بده يتأكد من العقار وصلاحيته ونظافته وأوراقه وثبتيته وصاحب الملك ويدقق بكل التفاصيل حتى العقد اللي بده يوقع عليه بده يدقق في بنوده لأنه ممكن يتسرب بند أهيك أو هيك أو ينخدع أو ينغش وهذا إشيء متوقع في فترة تراجع عطارد أما الشخص اللي بده يبيع فيتأكد من الشخص اللي بده يشتري مثلاً إنه هذا الشخص هل معه فلوس هل هو صاحب العلاقة مش نصاب يسأل عنه عملية الدفع طريقة الدفع الأمور هاي بدها تكون ملزمة وأكيدة يعني ما في مجال المغامرات وكل الأمور الأخرى تقاس بنفس الطريقة يعني ماشي فيه زوايا بتشجعك على التجارة ولكن تراجع عطارد بيجيب لك النصابين أكثر أو بيجيب المحتالين أو بيجيب المترددين هاي النقاط اللي إحنا منحب النوع عليها وهاي الطريقة اللي لازم تفهموها لما بيكون فيه زوايا متضاربة يعني واحد بتعطيك إيجابية واحد سلبية خذ سلبيتها وادمجها مع الإيجابية عشان تطلع بالفائدة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا عندنا الكتفين والذراعين واليدين الجهاز التنفسي أنا بيب الشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل طبعا هدولا هم الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم توفر لهم العناية الإضافية واللي بشعر بأي تعب غير اعتيادي يبدو يراجع الطبيب بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإنجراء العمليات الجراحية ولكن دون الأعضاء اللي ذكرناها بالنسبة لهذا اليوم طبعا هو إجمالا مناسب لعمليات التجميل الأمور اللي إلها علاقة بالحقن الأمور اللي إلها علاقة بالجراحة لا يصلح لزلت الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي اما بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الجوزاء خلو المسار القادم بيبدأ يوم الاثنين اربعة وعشرين اربعة بيبدأ في تمام الساعة اثناش واربع عشر دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة ستة وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج السرطان اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره ثلاثة ايام في تمام الساعة اربعة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بيصير عمره اربع ايام نسبة الاضاءة بتصير خمسة عشر في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم واحد وعشرين خمسة منتحس الان بنسبة ثلاثين في المية ولكن في ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة عشر في المية ويكمل طيلة النهار على هاي النسبة القمر في الجوزاء حتى يوم اربعة وعشرين اربعة سعيد الان بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة ستين في المية في ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية عطارة في الثور بيتراجع حتى يوم 15-5 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7-5 سعيد بنسبة 15% المريخ في السرطان حتى يوم 21-5 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 34 سعيد بنسبة 15% طبعا ما تنسوا إذا طريقة عجبيتكم لطريقة الشرح في حاب أضيف أشياء أزيد أشياء يعني الأشياء اللي بتقترحوها هاي حلقة يعني منعتبرها دردش فالكية ممكن نجاوب على بعض الأمور أو نشرح بعض الأمور من خلالها اللي ما يجعروسنا الجماعة اللي بتابعوا بس الأبراج بروح بحضر برجه بسحب حاله وظل طالب بسمعنا كلمتين كمان بسمبذلنا فيها وانا ما رح يدخل عليها إلا الأشخاص المهتمين في علم الفلك عشان هيك الحلقة الأمس أنا ما ذكرت لأنه أكيد في ناس رح تدخل عشان تشوف شو الطريقة ولكن من هاي الحلقة رح نبدأ إحنا نجهز إذا فيه أي شيء حابين تستفسروا عنه عن زوايا تحركات تحركات فلكية أشياء لها علاقة بعلم الفلك بدها شرح توضيح زيادة أدقق عليها أكثر أشرحها بشكل أوسع إحكوا لي كما لا تنسوا تحطوا لايك والأمور هاي عشان يعني ندعم هذا المحتوى شوي أو تعليقات على أساس أنه باقتراحاتكم هيك بنكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء